بتسيل كتير جدا. بتجيبي كم متر قماش. كمية القماش اللي بتجيبيها دي بتجيبيها على اساس ايه? طب انا لو حبيت اعمل مشروع الميلاد ابدأ بكم متر طب اجيب كم طقم كده. طبعوا الفيديو للنهاية عشان نشوف اجابة لكل الاسئلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. زي ما قلتلكم في المقدمة كده. اه. في سؤال بتسيله كتير جدا. اه. لو انا حابة اعمل مشروع الميلاد. اجيب كم متر. اه طيب انت جايبة اماش اه ايه? طب جايبة كمية القماش دي على الاساس هتعملي بها ايه? او جايبها اشتريتيها على الاساس ايه? بتحسيب الطقم ازاي? اه كده. اه. وهنبدأ انا اخد الاسئلة دي كده واحدة واحدة. انا هبدأ الاول اه. اه لو حضرتك عايزة تشتري اطقم ليكي للبيت. اه بتشوفي الموديلات اللي موجودة على اليوتيوب او على على اي صفحات فيسبوك او كده. اه بتنقل الموديل اللي حضرتك عايزةه. وبتشوفي ياخد كم متر بتحسيبيها بالورقة والالم. اه ياخد كم متر. وتشوفي عايزة تجيبي كم موديل. اه عايزة تجيبي مثلا واحدة اللي قودت الموم واحدة للاطفال اتنين تلاتة على حسب العدد اللي حضرتك عايزة وعلى حسب الموديل اللي حضرتك عايزة بتحسيب القماش بالورقة والالم قبل ما تخرجي من البيت عشان ما تروحيش عند الرجل تحتاسي لان غالبا الناس بتبقى عندها يعني زحمة او ناس وقفة بتشتري. فهتطلق بطي اه ما بين الالوان وما بين الامطار وكده. فيستحسن ان حضرتك بتغدي بتجيب ورقة وقلم وتكتب الموديلات اللي حضرتك عايزة اه ازا هتعملي مثلا بتحسيبي هناخد كم متر سادة وكم متر منقوش او كم متر مقلم او كم متر منقط على حسب اللي حضرتك هتختاريه بتكتب المقاسات كلها اللي حضرتك عايزة قبل ما تخرجي من البيت بتكتب المقاسات كلها وبعدين بتروحي هناك بتختار اللون اللي حضرتك عايزة ومع اللون التاني او لو لون واحد او على حسب ما حضرتك عايزة. ده لو حضرتك بتجيبي اه للبيت. طيب لو بتجيبي لو حضرتك عاملة مشروع وهتجيبي كمية اه صغيرة. اه برضو بتشوفي اه اللي هيمشي معاك زي ما قلت في فيديو قبل كده. احنا بنشوف المكان اللي احنا فيه الاول هيمشي مع ايه? اه فيه مناطق بتبقى مش عايزة القماشة الغالي. وفيه مناطق بتبقى عايزة قماشة العمرية. فيه ناس ما بتدققش العمرية او ما تعرفش ده من ده او ما بتفرقش معاها. اه كده. فحضرتك بتفي الاول بتجيبي من ده ومن ده ومن ده ومن ده. يعني بتجيبي العمرية بتجيبي المصرية بتجيبي سري دي بتشكلي شوية اشكال عشان اه تعرفي الزوق اللي هيمشي معاك بعد كده او المستوى اللي هيمشي معك يعني بعد كده لان المصرية طبعا بيبقى الوانه حلوة جدا ورخيصة على قد الايد ولكن في الوان لونها بينزل شوية لونها بتغير كده فالناس بتزعل من الموضوع دوت لكن هو سعره كويس على قد الايد والوانه جميلة في قماش زي العمرية ده بيبقى غالي شوية لكن شيك جدا والطقمي بيبقى شيك جدا اتعمل فلات او اتعمل بقرانيش بالمناسبة فيه مطابعة كانت سألتني قالتلي يعني ايه فلات فلات يعني احنا بنمسك الملاية نتنيها داير ما يدور وبنمسك الخودة دي نقفلها بس ما بنعملش كرانيش ما بنعملش الشغل ما بحطش لقامات ما بنعملش اي حاجة بيبقى طقمي سيدة خالص يا دوب متني ده بنسميه فلات لكن القطقم التانية بتبقى بقرانيش ايا كانت بقى بتبقى بقرانيش طيب بنشوف كده بنجيب يعني مجموعة قمشات زي ما بنقول عشان تبقى يعني تناسب كل المستويات في الاول بجيب حاجات تناسب كل المستويات بعد كده بشوف اللي بيمشي معايا لان في عروسة بتبقى عايزة حاجة شيك وغالية وحلوة ومش مهم الفلوس اه برضو في برضو مش عروسة بتبقى عايزة كده لكن في واحدة تانية عندها اطفال فالاطفال بتبهد السرار على طول فبتبقى عايزة غيرات كل يوم اه فمش هيكفيها طقمة او اتنين او تلاتة فبتبقى عايزة غيرات كتير فدي اه ممكن تاخد يعني كمية من القمشات العادية اللي هي المصرية عشان يبقى في متناول ادهن اه في ناس اه ماشاء الله مرتاحة فبتاخد الحاجة كويسة ايا كان ممكن تاخد عدد كبير حاجة كويسة اه وهي مش هتفرق معها الميزانية فالموضوع دوت اه اختلاف كبير جدا حضرتك هتشوفي الحاجة اللي هتمشي معاك وتبدأ الجيبي منها اه هنبدأ بكميات صغيرها في الاول بعد كده هنبدأ نزود الكميات على حسب الشغل اللي بيتلب اه مننا طيب حضرتك اه خلاص اه 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 انا فتك واشتغلتي وبقيت عندك يعني عايزة تعمل كمية كبيرة عشان تتعرض عشان يبقى عندك وخصوصا في المناسبات يعني احنا دلوقتي دخلين على المناسبة عيد الام هتبدأ القطم حتى اللي كانت مركونة عندك هتبدأ تتسحل دخلة عيد الام دخلة الاعياد بيبقى القطم السوق بتاعه بيبقى مريح ولكن بيشتغل في اوقات المواسم لكن في الوقت العادي بيبقى يا دبل العرايس حد هيخد هدية لحد انا عايزة جدد السرير مش هكده لكن هو الموسم بتاعه دخلت عيد الام ودخلت الاعياد تمام بتبدأ بقى تشوفي يعني حضرتك خلاص الناس عرفتك عايزة يبقى عندك كمية بتشوفي الحاجة اللي ماشي معاك اكتر ايه ازا ماشي معاك اكتر المصرية مثلا بتجيب كمية من المصرية وبتخلي عندك حاجات بسيطة برضو من العمرية من السري دي عشان لو حد طلبها او حد طلب يشوفها لان في ناس بيتهيق لها ان المصرية دي مش قطن المصرية قصدي العمرية مش مش قطن والمصرية هي الفانس بتقطن اكتر انا بقول للامانة ده مصرية وده الاقل والعمرية ده اللي اغلق انت عجبك دوت وبتقول ان ده اللي اللي حلو ده قطن خلاص ماشي تمام اه خدي منه طبام اه فبتزودي على حسب الكمية اللي حضرتك عايزاها اه تمام طيب نيجي السؤال بقى المهم اللي هو انا عملت الفيديو عشرين اصلا اه هو انا بعمل اه قد ايه وبجيب قد ايه القماش وبحدد اه بناعنا عن ايه القماش اللي انا عايزاها او الامطار اللي انا عايزاها اه للاطقم اه تابعوني وهقول لكم اه انا بعمل ايه اه في الموضوع ده بالنسبة لي اه انا بتصرف ازاي في الموضوع ده اولا انا بجيب اومشات اه سادة المصرية بخليها عندي بجيب اه من الاشكال بتاعة قماشات خمسة متر من كل نوع او من كل لون مش كل نوع كل لون اه خمسة متر احمر خمسة متر يفوشيا خمسة متر اه اه جنزاري خمسة متر بوني خمسة متر بيج خمسة متر كذا بخلي عندي اه بجيب كمية قماش سادة لما بتقل عندي بزودها يعني انا خلس عندي اللون الاورانج انا بستخدم اللون الاورانج كتير فبرجع اه اجيبه تاني خلس عندي وانا بجيب القماشات اه بزود الالوان اللي مش عندي وأنا بيجيب القماشات ده بالنسبة للسادة يعني أنا أغلب الوقت لازم يكون عندي ألوان سادة عشان الموديل اللي باجي أعمله آه لو حبيت أدخله سادة يبقى الألوان موجودة ومتوفرة عندي فأنا أغلب الوقت عندي بيبقى متوفر عندي الألوان السادة آآ بجيبها المصرية بجيب القماش السادة آآ العمرية لما بكون بشتري قماش العمرية وهكلفه بسادة بجيب على قد لطأ يعني مثلا أنا هجيب قماش العمرية آآ هجيب طقمة هياخد تلاتة متر سادة وتلاتة متر منقوش بجيب التلاتة متر منقوش واجبلهم التلاتة متر السادة بتاعهم وانا وقفة وانا وقفة عند الراجل بشتري القماشة دي وبشتري ليها التلاتة متر دول بشتري القماشة دي وبشتري الاتنين متر او المتر على حسب ما انا بحتاج الحاجة اللي انا عايزها ده بالنسبة للقماشة السادة طيب بقى القماشات بعمل ايه انا مسلا آآ عندي آآ خلص او قرى بيخلص القماشات او الاطقم بتاعة الاطفال اللي هي من المصرية. باجي اعمل حسابي انزل اشتري قماشات اه اطفال اه مصرية. اه بعمل ازاي بقى? انا عايزة اعمل الموديل قبل منزل. طبعا بركز انا عايزة اعمل ايه? فانا عايزة اعمل الموديل الفلاني ده هياخد قماش قد كده وسادة. طب انا عندي السادة بتاعه اوه عندي السادة بتاعه. طب خلاص تمام. اروح كتبة. اه انا هعمل طقم اه بشيفون. فانا احتاج قماش قد كده وباروح كتبة. اه هعمل طقم اه منقوش بس. وهعمل له كرانيش منه فيه وحط له كزا وحط له كزا وباروح كتبة. تمام? بكتب الحاجات اللي انا عايزها بعدد الامطار بتاعتها. في مرة تانية ممكن انزل اجيب قماش خمسة متر. تمام? الطقم الاطفال بياخد اه خمسة متر اه ونكمله. سادة. اه ممكن نكمله متر سادة او مترين او اه او تلاتة متر على حسب الموديل اللي احنا بنعمله. فانا بنزل اجيب شوية قماشيات. اه خمسة متر اه اطفال. مسلا يعني. اه طيب اه ممكن في نفس الوقت اللي انا بشتري فيه الاطفال بشتري كمية اطفال يكون عندي السيار الكبيرة الاطقم الفلات خلصانه. فانا بنزل اشتري كام طقم اه اطفال وبشتري معاهم الاطقم الفلات بتبقى اربعة متر ونص او خمسة متر. على حسب السرير. لو السرير متر وستين بيبقى اربعة متر ونص. لو السرير اه متر وتمانين بيبقى خمسة متر. فبشتري برضو شوية قماشيات كم قماشة كده اربعة متر ونص وخمسة متر اعمل اه اه سرير متر وستين وسرير متر وتمانين. طيب اه وبجيب اه كتع برضو لسرير كبير اربعة متر. اللي اربعة متر دي بعمل فيها ايه? بقول ان انا هستخدمها احط عليها سادة. تمام? طيب انا وانا بشتغل بقى. انا عندي اربعة متر ونص هعملهم لسرين متر وستين. طيب انا عايزة اه ادخل الطقم ده مش عايزة اعمله فلات. اتلع في دماغي ان انا اعملوش فلات. عايزة احط له كرانيش. بروح مدخل له شفون او ساتين او وماش سادة او اي حاجة بدخلها مع الاربعة متر ونص اللي انا جبتهم. اه واعملهم طقم. اه احيانا باجي اه اخد انا جاي بخمسة متر. بروح واخدل خمسة متر. اه اسماهم نصين. واخدل مترين ونص ومترين ونص. وابدأ اعمل اه ادخلهم سادة. وابدأ اعملهم بدل طقم واحد اعملهم طقمين. منقوش في سادة. خلاص? دي طريقة. في مرة تانية انا القماشات العمرية خلصت من عندي. بمسك برضو ورقه قلم. انا عايزة اعمل الموديل انه هون عايزة اعمل الموديل الفلان ده. ده هياخد قماش قد كده وقماش قد كده. بروح كتبة اه القماشات اللي انا عايزها. طيب عايزة اعمل الموديل ده. هياخد قماش كزا وقماش كزا. فانا برضو بروح كتبة. بمسك ورقه وقلم. واكتب كل الحاجات. واشوف اه انا محتاجة ايه? واروح جايبا. طبعا اهم حاجة اه وانا بعمل الكلام ده. ببقى عارفة انا رايحة ومعايا ميزانية قد ايه? انا عامل حسابي ان انا هشترق قماش بكزا. اه بعمل رنج النفسي يطلع شوية ينزل شوية بعمل رنج لنفسي. يعني انا مثلا هجيب بالف جنيه قماش. هجيب بالفين جنيه. هجيب بالف ونص. بعمل حسابي رنج للحاجة اللي انا هجيبها. لو انا رايح اشتري عمرية او رايح اشتري سري دي او رايح اشتري مصرية. بعمل حسابي انا هشتري كم متر بالزبط بحسبهم بالورقة او الالم. المبلغ اللي معايا ده انا هشتري مصرية فهيجيب لي قد كده قماش مصرية. اه انا معايا مبلغ كذا هشتري عمرية فيجيب لي قد كده قماش عمرية. بناءا عن المبلغ اللي معايا. انا بحدد انا عايز عدد امطار ايه? انا هعمل الموديل ده هياخد تلاتة وتلاتة. الموديل ده هياخد اتنين ونص وتلاتة. الموديل ده هياخد كذا وكذا. موديل اطفال هياخد معايا كذا وكذا. امسك ورقة وقلم. اكتب كل الكلام ده بالورقة والقلم. وبعدين احسبهم اه اشوفهم هياخدوا تان متر. بعد كده احسب الفلوس اللي طبعا هي الاماشات كلها معروفة. هرجع واقول تاني. الاماش العمرية كان باربعين وتلاتين وبعدين بقى بتمانية وتلاتين كله. وبعدين بقى بسبعة وتلاتين. نزل جنيه. تمام? آآ اماش السري دي اللي هو زي التقم اللي انا بتكلم آآ حتى قدامه انا بتكلم ده. آآ كان فيه بخمسة وتلاتين وبالتلاتين. بعد كده نزل بقى بتمانية وعشرين. بعد كده الفترة اللي فاتت نزل بقى بخمسة وعشرين بس للامانة. القماش ابو خمسة وعشرين مسزي القماش ابو تلاتين. في منو قماش زي ابو تلاتين فعلا اللي احنا كنا بنجيبه في تلاتين. وفي قماشات طلعت جديدة. اشكالها حلوة جدا الا انها اخف من القماش اللي كنا بنجيبه في تلاتين. يعني انا لما جبت مجموعة قماشية سري دي وفرقتكو عليها. لما جيت اشتغل فيها. لقيت هي الوانها حلوة جدا وزي ما في كتالوج الصورة بتاع اللي هي نزلة مع مع القماش هي هي نفس القماش يعني نفس الصورة اللي مرسومة بجمالها زي القماشة دي كده بجمالها ولكن القماشة بتفرق في قماشة بتبقى اخف في قماشة بتبقى عاملة زي ما تكون حرير كده مش مش السريد دي اللي احنا كنا بنقول عليه قطن احنا كنا الاول بنقول على السريد دي قطن ولكن الطوب للامانة برضو الطوب هو مقفول بيبقى مكتوب عليه بوليستر 100% اذا السري دي مش قطن ولكن هو معالج انه يبقى ناعم لكن الوانه حلوة الوانه بتبقى حلوة وبتبقى سابتة وما بتتغيرش المصرية برضو يعني هو 18 وبعشرين وبيتروح بين الاماكن وبعضها في اماكن بتبيعه 18 في اماكن بتبيعه 20 السادة برضو اغلب الاماكن بتبيعه 20 نادرا جدا لما حد بيبيعه 18 اللي هو القماش السادة دي بالنسبة لأسعار القماشات فزي ما بقول لحضراتكو كده بنحدد بنكتب بالورقة والقلم قبل ما نروح عشان نشتري القماش بنحدد احنا ميزانياتنا قد ايه ومحتاجين قطقم ايه بالزبط بنجيبها الفيديوهات اللي انا بعملها لحضراتكو فيديوهات مشتريات باب انا محددة انا هجيب القماشة دي ومعاها القماشة دي انا عندي لون فوشية فانا القماشة دي عجبتني فوشية طيب انا فاكرة ان انا عندي فعلا فوشية يبقى انا هياخد خمسة متر وكمل معاهم مترين او تلاتة متر او اعمل موديل انا الموديل اللي انا عايزاه او اللي يطلع في دماغي وانا بشتغل بنقي الموديل هو احنا بنشتري القماشات على اساس كده احيانا بروح اجيب كل قماشات الاطفال خمسة متر ودخل لها كلها قماشات سادة بس بنوع في الموديل احيانا بروح اشتري القماشات كلها وانا بشتري القماشات بتاعت السراج الكبيرة بشتري تلاتة متر وبشتري اربعة متر وبشتري خمسة متر وبشتري اربعة متر ونص ومن خلالهم بعرف انا محتاجة ايه ده بالنسبة لقماش المصرية لكن قماش العمرية بالذات هو عشان هو غالي وعشان انا ما بيبقاش عندي القماش السادة انا في قماش العمرية لازم ابقى محددة يعني أحيانا ما بيبقاش عندي قطقم فلات بنزل أجيب مجموعة قطقم فلات مجموعة قطقم خمسة متر ممكن أجيب القماشة كلها خمسة متر وممكن أجيب القماشة تلاها متر إلا ربعة ومترين وربعة وادخل ديف دي ويبقى ماتشنج يعني بجيب خمسة متر تلاتة متر إلا ربعة ومترين وربعة وعملهم الاتنين ماتشنج الملاية تلاتة متر إلا ربعة المترين وربعة بعملهم مخدتين خدديتين يبقى الطقم خمسة متر احيانا بجيب اربعة متر ونص وخمسة متر واعملهم برضو ماتشنج عادي الاربعة متر ونص ما بتنفعش طبعا ماتشنج يعني هيبقى الطقم الى حد ما صغير شوية مش يعني اقل حاجة احنا نقدر نعملها ماتشنج على الاقل خمسة الله ربع عشان اعمل الملاية مترين ونص ومترين وربع عاملهم كسن المخده والخدديات فهي الحكاية بتتحسب كده ان حضرتك بتعودي وبتركزي كده وبتشوفي عايزة تعملي ايه وعايزة تجيبي قماش اه ميزانياتك بتسمح قماش قد ايه وايه اللي موجود عندك وايه اللي مش موجود يعني ما جيش انا مسلا انزل عشان اشتري قماشات انزل كده وخلاص اروح اشتري مجموعة قماشات اطفال عجبتني قماشات الاطفال فهشتري من قماش الاطفال اجي هنا الاقي عندي عجزة في الاطقم الكبيرة وعندي عجزة في الموديل الفلاني وكده وعندي اطفال كتير وانا جيبت اطفال لأ انا بعملش الكلام دوت انا بحدد وبشوف بناءا عن الشغل اللي موجود عندي جاهز اه بجمع مبلغ وانزل بالمبلغ اللي معاي اشوف الحاجة اللي نقصت عندي واشتري اه بناءا عن الحاجة اللي موجودة عندي اه تمام اه بس هو ده اللي انا كنت عايزة اقولهولكو ووصلهولكو اه لو في حاجة مش مفهومة او في حاجة انا نسيت اقولها اقولولي عليها اه وانا اشرحها لكم تاني اه اتمنى يكون تكون الحلقة دي مفيدة او الفيديو ده مفيد اه بالنسبة لكم لو في اي اسئلة عايزين اجوابكو عليها اقولولي عليها وانا ان شاء الله اجوابكو عليها اه اشوفكم على خير اه فيديوهات تانية وفيديوهات نصمم فيها موديلات جميلة ان شاء الله وسهلة وبسيطة. اه اتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.